موسيقى حينما ندخل الاسوق السياسي بسوق السوق السياسي من الموارد الفرجة هو تنجلها بصغير فلاسفة كبارة لكن الاسم قد يتعطي الاسوق السياسي المرويدي القروض كان مرويذ القرون، كان مرويذ التعابين، كان الذين يرقصون، كان الحكاواتيون الذين يحكون، عاد كان يبيع التوابيل، اللي يبيع الاليمينيوم الخياطاء كده، وعاد شي ضاريح قريب منه، كيكون السوق غالباً قريب لنشي ضاريح معين، هذا هو السوق السياسي، كله يلغي بالغاية، لدينا مرويذين مرويذين على الجاد، لدينا الصحارة البلاويين الذين يدخلون شيئاً من هنا ويخرجونها، البلاويين الذين يدخلون أرطاوة، أولاد أحمدها موسى، لدينا الجاد، بالفعل، السوق السياسية، وقع فيها واحد النوع ديال، الانتقال من ذاك السموث ديال الفعل السياسي، كما كان على واحد النماذج ديال النخبة اللي كانت تجمع بين، السياسة والفكر، السياسة والإبداع، السياسة والثقافة، لدينا مبركة كان متقافاً كبيراً على الفاسي، فقيهاً، مؤرخاً، منظراً، فكرياً، شاعراً، كبيراً، عمر بن جلول، بلافريج، عبد الله إبراهيم، هذا كلهم كان شغالتهم فكرياً، كانوا تكوين تقافي كبير جداً، وكانت السياسة بالنسبة لهم فيها واحد البعد الصوفي، وكانت عندهم مطامح ومصالح، هذا الشيء طبيعي للسياسة، ولكن كان لدينا واحد نبن الوسائل في هذه، الذي حدث هو أن كل شيء بحذبت نهارة كل شيء، نهارة دفعة واحدة، ما هو السبب؟ السبب هو أنه لم يبقى الكاريزما، الكاريزما الذي كانت عبد الرحيم أبو عبيد رحمة الله عليه وعلى الفاسي، وعلى أبو الستا، كانوا يتخاصموا مكتبات، ويأتي ويأتي ويطبطب عليهم على جوج مكتبهم، يقولوا جوج كلمات، كانت صافي، قال عبد الرحيم أبو عبيد، قال على الفاسي، قال أبو الستا، لاحظوا الأمر بالنسبة لي بصداع إلى، لنهر الاكتبار الكاريزما التي حينما تقول كلمتها تكون مسموعة، لاحظوا الكاريزما التي تتمتع بأحذارة روحية، للتأثير على المشيعين والأتباع والحواريين، على الناس، المصادر التي أصبحت تأثير إلى زعمى، كانت شعباوية وانتقام 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 بشكل كبير وانتقام بشكل كبير وانتقام بشكل ديمقراطي وقع شعبانة السياسة لدينا جوش المستويات إما كنتظروا الشعبويين ويوصلوا الشعبويين إلى مراكد القرع شبط هو العتبة العليا لها العملية وإما التقنقراط مصيبة هاد المخلصين اللي كيتطبروا ان مشاكلهم مشاكل المغرب والعالم كله كيمكن يحلوها فلوردناتور ديالهم وفخواريزميات وفتكليماكات اللي كيديروه كذا وكذا وكي سوقوا الأوهام الكبرى لأنهم جوا بدون خلفية تقافية صحيح وما يمكن يكونون نجحين في واحد تدبير مقاولة معينة وكذا 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 في السياسة السياسات تعني أن تخلق للناس أسئلة دافئة أن تخلق للناس أساطير تجمعهم حول لعمة معينة أن تخلق للناس الألم الأمل وأن تنسيهم في آلامهم أن تخلق لهم الحق في أنهم أن يحسوا غدا بأنهم سيكونون أحسن مما هم فيه الآن هؤلاء ما كانش سياسة أنكت هذا هو السبب ديال العابة السياسي ديوم كنشوفوه أن أكبر المستدين موجودين في الأحزاب السياسية هذه كارثة كبرى الكل كي يقول الفساد محاربة الفساد يجب أن نحارب الفساد لدرجة ما بقيناش عاربين شكل الفساد شكل اللي هو فساد شكل الصلاح أيهما يمكن أن يقضي عليها فقلت فهذا ليس هذا الفورجاوي أو لدينا زعماء صغار زعماء ما عندهم لا حاسيب لا رقيب على سالهم أكبر بكري كنا نشوفوه أنه هم كي يجي الحزاب التاني إلى الخطاب كي يلوح كلمات تلتقطها بستة أو عند الفساد أو عند راحي بوعبيد كي تقطها من ذاك الكلام تعتبر هاش بغي يقول وأنها موجهة إليه أو ها السياق فين كين أو كي يجي إلى البرلمان والعلو أو للخليفة رئيسي فريق البرلماني في الاستقرار والاتحاد أهلا دق وتعطيه إشارات أو كي يجي بن سعيد وتعطيه إشارة في وسط البرلمان كانت حربة رمزية كانت سياسة تفقاد بواحد من عيار فيه واحد السمو الناس أولا هذو كلهم ماتوا عندهم باطمة صغيرة أو برطمة صغيرة فين ساكنية ما عندهم شي حاجة أخرى بما فيهم عبد الرحمن اليوسفي بما فيهم بن سعيد أيضا ما كاش عندهم الهاجس هو الغطة دي الفلوس هذو كيدخلو كيزربو على الفلوس خايفين ليزربو عليهم لأن لاش ولك شي كيطيع شي يعني كيشوف هذا كيقولي بارك درتيب الزاف يعني ماشي درتيب الزاف الإصلاح ولا درتيب الرحمن عمش دي الإصلاح لا درتيب الزاف دي الفلوس حيث كيف واحد السيد كيدخل أنا كنعرفهم يمكن إذا كانت هناك شي شي شفافية كبرى ونجيه نقولهم بالأسماء أنت وأنت تعريفين وأنا أعرف هؤلاء ما مصبحوا كيفاش جيسي لا تعلم لا تملك أي شيء وعندك صالير معلم أو أستاذ أو مهندس أو طبيب أو كده حتى صباحتي ثلاثة الفلوس سيارة تركبها 250-300 مليون شركات عندك سفريات دائما الخارج تقلس تخسر الليلة 15-20 ألف درام من أين لك هذا؟ السياسة مجال لامتياز الاجتماعي مجال للترقي صباحات أنها هي اللي كندروا فيها الضيعات و كندروا فيها الفيرمات و كندروا فيها الأحلام كندروا فيها ننميوا الوعي السياسي و كننخلقوا مجتمعوا واعي و نحصنوا الديمقراطية و ندروا شوية الحادثة و التنمية و نوصلوا للسلطة و نطبقوا برنامجنا لا 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 حتى هاتش اللي تتشوف الآن الصراعات و باسم مبادئ و ذاك شي كله و كولاج غير كل شي موفبرك قليل من رحمنا ربك شوية شوية تريحة في اليسار شوية اللي مدخش للحكومة شوية غير شوية لا ماشي زي ما باش شوية هاد اليسار باقي شي شوية من دوك الوطنيين اللي مقامات من جيل الوطني في بعض الأحزاب للحركة ما الآن هو أنني كيف أسمين نفسي وأسمين أولادي و هذا و هذا و الخطير في الأمر كيفش كانت الأحزاب قوية كانت هيك تتاخذ على الدولة كالنهار في 1994 من اللي تضبط يعني قضية الفساد في السلطة مع الكوميسير تابت كيفش استأسدت الصحف الحزبية و كيفش كده تتعتبر هذا مجال النظام لماذا؟ لإنما أنهاش تابت داخلها لأنها أعتبرها رصاة محمية و عندها آآ أيضا حينما كان يتم الكشف عن فساد القضاء أو فساد كده أو في أي مجال كانت النخبة الحزبية آنذاك تعبير وتنتقيد النظام كده وتعتبر هذا فسادا لماذا؟ لأنها كانت عندها وعش شوية المناعة اليوم الدولة وتقارير المجلس الأعلى أكبر مثال على ذلك هي تتكشف الفساد الموجود في الأحزب وبالأرقام اليوم ده باب الأرقام بلي شيف تنقول لك و دوز لك للك هاش حال من المليار أو شحال من المليون وأنت ما عطيتيناش فين كيناش هذا آخرها مجال الدراسات والأبحاث وتكشف يعني هذا أين هي المناعة؟ ما بقاش بقاش المناعة ديال آآ الملعب ما نديرش فيه دا كان الناس كانوا كي يقولوا اليوم ما جاءوا ترشحوا للبرلمات كانوا كي تعفوه كانوا كيوجدوش الناس اللذين يترشحون للبرلمات هذا يوم قرطين الصف كما قلت المشهد عنا زعماء ما بغينش يتلقوم من الأحزاب أوكي بيني وبينك وش غيرتلقوم ما بغينش يتلقوم زيما هذا بوحدو الخطأ را دوك اللي يجيين منورا هوم را اختار را ما عندناش هادك الوازع الأخلاقي ديال العفة عن الملعب بستناء ما يمكن نقولك باسماء اللي بقا فيارش حال ساسيب حال نزال بارا كان نفسو اللي خرج من الوزارة ومع ذلك ما كاش بوحدو من الوزارة ما كياخدش الفلوس ديال الوزارة كان كيكتافي بالمنضى ديالو يعني بعد هاد الرموز اللي كان ما نختلفوا حولهم نبينا موني ملكان ما نختلفوا معهم وكذا هذا حقنا ولكن لا أحد يمكن أن يشير إليهم بسوء فساد أو بأنهم مدوا يدهم على المال كان قليلاً أو كثيراً نحن تسرقاً را كانوا يقولون هاللي يسرق بيضا يسرق عجل يعني اليوم على من نأتمين المسؤوليات ديالنا على من نأتمين مصائرنا حقيقةً انه هاد الوضع الحزبي هنا كيطرحوا عليه السياسيين كدير كدير الصحافة تنقول ليهم بحالة بحال السياسة حين ممكنش تحملوا المسؤولية كالناس بغين أو التاني يجلدوا الصحافة كذا لأن لا رأى الصحافة ضعفات حينما أصبح مصادر وخبارها من السياسي صغار وغطسين في النميمات الصغراء ماشي من النوع اللي كان كيعطيك المعلومة كيعطيك معها تحليل كيتكون جيغي على ربع ساعة ديقسم مع السيد تتوليقسم معها ساعتين بدك يشدك بالتحليل يشدك بقوير الأفكار التي يعطيك وكينور لك الطريق اللي تيعطيك تيانس بغيك باش تدير ثلاثة الملفات ولا ربعات ملفات تتخدم بهم أنا تنقلس مع ناس سياسيا اليوم كنستحي حقيقة أنا كنزرب وما كيبغيون نضو في القديم السياسي الكبار يكونا كننقلسوا معهم وما كيبغيون نضو حنا كننقلوا شدين فيهم زماني كنستبدوا كن كننقلس مع واحد كنوالي بغي نضو حين تعالش لا يضيفوا لك جملة ليس يعني ولا عنده الخبير ماشي ولا تنميمات داخل الحزم ماشي مصادر الخبار ولا تنميمات الصغرى فهذا كله تعطينا أنه نحس بأن المستوى السياسي دينا ضعفة وهازلة المناعة تجاه يمساك يعني بالمسؤوليات وكذا ما مديره من أجل الدفاع عن خيار إيديولوجي أو تصور بل مديره فقط على البلايس في ذلك كتشوف المؤتمر الدين نفتي ما فيها ولا تراشوق وصل قاع الغريزة كتبرز بقوة أن الناس يدابزوا بقوة بالمشدة بالعنف وهو ما تقولوا الديمقراطية والحوار لونك علش حيث ولات المصالح صغيرة ولات المصالح ماشي فكرية نديروا صولات وجودات الفكر ونديروا صولات وجودات تناظر لا أن فقط المصالح الصغرى يجب أن يكون تماما لأنه الملعة وندخل ونشد ونشد كنشدهم ليس لأنني قوي دابا الآن عندنا واحد المسلسل تسلسل البلادة تناسل البلادة والراداءة في أحزابنا كي طلعوا واحد غبي بين القوسين قليل خبرة يعني يحيطوا بهم أقل منهم كي يبقى عندهم في السلطة وهذين هؤلاء 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 في هذا من اللي ما زال كان يعطيه شوية الوقت ديال في الخطابة الآن ما بقىش كأنه ما بقىش تشكلتها حاجة كين المواطنين كانت خطاب جاءت يقول أنه المواطن يقول لي ما تيقش فيكم ما تيكده كده ويقول لي كي يقصدني أنا مباشرة كمالك مبقى لي ما نقول خطورة الأمر أنك فقدت المصداقية كيف تحولنا في عشرين عام بعدما كانت الأحزاب تقول الدولة أنت ما أنك مصداقية أو في حال شيء معلم تقريد الدروس وهذا كل الأحزاب بحل قاسين بحاجة لمد يأكلون الطباشير لا أحد من زعمائنا باستناءات قليلة لديه فكرة واضحة في ديني عن مشروع المجتمعي لا مؤتمر من المؤتمر يهتم بوثيقة توجيئة نظيرية لما يجب أن يكون عليها المغرب أو ما سنقوم بالصحراء أو الميناء المتوسطي والاقتصاد والتجارة وكذا 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 تسرعوا في الجنة وحدة هي الجنة القانون الأساسي واللجنة النظيمية تهيئة شوية لماذا؟ حينتا ديالي كتفيلتري اللي غايجي يحكم غدا لذلك ما الوثيقة تأسيسية يعطي الوثيقة التي يأتي من جامعها والأساسي والصحفي والمشاربين لهم أعطيهم رئيس لجنة الاستراتيجيات لكبرها في مجال التربية في مجال السياسة في مجال كذا وهم يأتي بكل الاستراتيجيات وهم يحزنوا ونضينا التنظيم ونضينا ونضينا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تأبوناو فلاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية